أول شيء راح نشوف شو المطلوب مننا بالإمتحال إمتحال تركçe الصف الثامن بيرنجي سناف بيرنجي أورتاق يازلي راح يكون مطلوب منكم أربع مهارات رأيسية دينleme وконوشما وقوما ويازما تمام بالدينلماء أو إزلماء ممكن يكون دينلماء أو إزلماء يعني راح يوردوا عليكم مقطع معين تسمعوه وثم يسألكم عليه شوف أنتم منه مثل في عنا نصوص دينلماء بالكتاب إذا بتلاحظوا نسمع نص مدته دقريقتين ثلاثة وبعدين بنصير بنجاوب أسئلة يشوفهمنا من هذا النص طيب الكنوشما نفس الشي راح يعطوكم موضوع بيعطوكم الموضوع من مكونا من كلمة واحدة فقط يعني بقول لكم مثلا يحكيني عن ياردم سفيرليك أنتو راح تحكوا لمدة دقيقتين شو بتعرفوا عن ياردم سفيرليك بإمكانكم تستعينوا بالإنترنت مثلا تكسبوا على جوجل ياردم سفيرليك أو طبعا المدرس لازم يعطيكم موضوع قبل فترة مشانا تحضروه تمام؟ يعني مو بنفس اليوم فورم بيطالعكم بيقول بيكونوا تحكو لي عن ياردم سفيرليك أو فطان سفيرليك أو جليشما جليشم أو كذا بيعطي كل واحد موضوع قبل فترة محددة قبل أسبوع مثلا وأنتو لازم تروحوا تحضروا الموضوع بالبيت تجهزوا شو راح تحكوا بعدين تجو بتحكوا قدام أستاذ لمدة دقيقتين الآن أكو ما ويازمها مع بعض راح يجينا آآ امتحان كتابي راح نقرأ ونحل وهذا عليه سبعين درجة تمام؟ والمجموع مئة درجة اليوم راح نحل نموذج يعني التربية بعتت لنا هذا النموذج الآن السيناريو يعني نموذج الأسئلة اللي بعتدتوا التربية فيه آآ سؤال واحد كارمشق يعني صعب معقد وفيه أربع أسئلة سهلين تمام؟ راح يجيكم سؤال صعب سؤال واحد يعني بس راح يكون صعب شوي مو كتير صعب شوي صعب وأربع أسئلة أو خمس أسئلة تانين راح يكونوا سهلين جدا 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 فإذا جاكم هيك نوع من الأسئلة أفضل بكتير من آآ بي جي دي ليه؟ لأني هون إذا قد ما بتكتبوا بتغضوا علامات يعني لما بيجيكم سؤال آآ بي جي أنتو عندكم احتمالية خمسة وعشرين بالمية تجاوبوا صح وخمسة وسبعين بالمية تجاوبوا خطأ إذا السؤال ما بتعرفوه منكم تأكدين من المعلومة وفيه عندكم أربع خيارات أنا لما عملت لكم ديناماء الأسبوع الماضي لاحظت أني فيه كتير طلاب عبيش ألفوا إجابات تشليف يعني ففيه تشليف كتير يعني إذا واحد مو متأكد من الإجابة مشكلة كبيرة بالنسبة إلو أما هون باليازلي فأنتو تكتبوا كلمتين تأخذوا علامتين تكتبوا عشر كلمات تأخذوا عشر درجات وهكذا لذلك هذا الشكل من الامتحانات أفضل بكتير من إني نختار الإجابة الصحيحة هلأ اللي جي سي رح يكون أختار الإجابة الصحيحة اللي جي سي إن شاء الله بس يخلص هذا الامتحان رح نرجع نحن مرة تانية نقوم بعملية تحضير لللي جي سي تمام؟ ولكن هلأ اليوم رح يكون الدرس تحضير للامتحان الكتابي السؤال الأول مثلا عبي قلونا بدنا نكتب ديناماء شو يعني ديناماء؟ الدناماء يعني هي عبارة عن مقالة قصيرة مكونة ممكن من أربع أسطر أو خمس أسطر وهل أربع خمس أسطر تعبر عن رأيكم الشخصي أنتو تمام؟ يعني مو ضروري أنا أقتنع برأيكم أو مو ضروري أي قارئ تاني يقتنع برأيكم هي تجربتكم الذاتية الشخصية في عندنا مقولة لمولانا اللي هو جلال الدين الرومي يعني حكينا عنه سابقا كتير جلال الدين الرومي الأتراك بلقبه مولانا كتير ما بيحبه يعني كان متصوف مشهور جدا في الأصول الوسطى في قونيا موجود في قونيا وقبره لحد الآن موجود في قونيا أبيقول قصور بولماكي تشين باكما بيريناع يعني لا تنظر لشخص لحتى تبحث عن قصور بولماكي تشين باكارسا بولورسون يعني إذا نظرت إلى شخص لتلاقي عنده قصور بالتأكيد راح تلاقي لأن كل الناس عندهم قصور يعني كل الناس عندهم نقص وعيوب قصوره إرثمية معرفته دين كان دينا يعني تعلم كيف أني تخبي عيوب الناس الآخرين يشتاو زمان قصور سوز ولورسون يعني إذا تعلمت أني تخبي عيوب الناس الثانين أو إذا شفت عيب عند شخص معين من أصدقائك أو من معرفك أني تتغاضى عنه هيك أنت بتصيب قصور سوز يعني بتصيب أنت إنسان متكامل هاي المقولة اللي قاله مولانا جلال الدين الرومي نحن شو مطلوب مننا؟ مولانا بسوز ندال لطلال الله لا يقلدوا يقدشون جلالين زي فادة دين بيه دينما يلظم يعني كتبوا لنا دينما تعبر عن أفكاركم ومشاعركم فأنتوا شو راح تكتبوا؟ راح تكتبوا لي أفكاركم ومشاعركم تمام؟ المطلوب هو عبارة عن خمس جمل حد أدنى يعني أقل شي أقل شي خمس جمل ممكن يكون أطول ولكن بشرط أني مجرد ما نحس حالنا بلشنا نخبس منوقف تمام؟ لازم نكتب شي متأكدين منه ونختار كلمات بنعرف نكتبها يعني الكلمة إذا ما بنعرف نكتبها ورح نرتكب أخطاء إملائية ما نكتبها نبتعد عنها نستبدلها بكلمة أبسط منها تمام؟ هذا التمرين راح أعطيكم يا وظيفة لللي بيحب عبد الرحمن خليل قاسن لين جيلان صفا نايا شوفوا شو راح تعملوا أنتم وشاهد مزبوط هدول كلهم كويسين ومستوانهم ممتاز المطلوب منكم تكتبوا لي ديناما مكونة من خمسة أسطر وتبعتوا ليها على رقمي على الواتس اوب تمام؟ اللي ما بيعرف الضعيف جدا وما أخرج يكتبوا هيك شي أنا كتبت لكم هون ديناما أصيرة مكونة من خمسة أسطر مثل ما نكون شايفين هاي بإمكانكم تحفظوها وتكتبوها نفسها بالامتحان مع العلم أني مو ضروري يجيكم نفس السؤال بالامتحان ممكن يجيكم شي شبيه فيه ولكن عبي يحكي أنا غير مضبور المهم الضعيف واللي ما أخرج يكتب ديناما لوحده بإمكانه يقرأ هاي ويحفظها أما اللي عددت أسماؤن بدي ياكن تكتبو لي ديناما مختلفة عن هاي تماما ما بدي ولا كلمة مكررة من هاي أنا عبقول يعني إذا بحث الشخص عن عيوب الآخرين باستمرار بدرهم هم الاشكالير الزادلار هم دا كيشنين كانت سيدها متصوص هسات مسينية ندان أولون يعني أول شيء يصد علاقاته مع الآخرين تاني شيء يشعر دائما أنه هو تعيس حزين يعني دائما عبب يدور عن العيوب وعن القصور ما بدور عن الأشياء الإيجابية عبب دور عن الأشياء السلبية هذا الشيء يتعس الإنسان مو ينسع الإنسان باشكالانين كسورlarını sürekli برغمق علمسوز براتمسفير يراتر يعني إذا بحثنا بستمرار عن عيوب الآخرين فسوفنخلق جاو سلبية وإنسانهم برهنانا كارشو علمسوز دوغلال جلس تلميارينا ندان مو يدور هذا الشيء أيضا يؤدي إلى تطوير علاقات سلبية بين وبين الناس الآخرين لذلك موناSilدِن رومي يعني نصيحة مونا جلل الدين رومي شعبهوي باشكالانين كسور الناس وضعقال مع يرين بدلا من النركز على عيوب الآخرين عنها cuzهم إنهم وإنسانهم وضعقال عن المسيحين يعني يشالجونونا جلل الدين رومي على اني نفهم الآخرين على شكلهم الحالي ونتقبلهم على عيوبهم الحالية ونحاول أن نركز على جوانبهم الإيجابية تمام؟ هذا مثال هذا هو مثال لدنما تشرح لنا هالمقولة لمولانا جلال الدين الرومي ولي ذكرت أسماء بدي منكم تكتبولي دنما مختلفة عن هاي الدنما وتبعتولي إياها على الواتب أما البقية اللي بيحس حاله ما خرج يكتب دنما بيمكنه يحفظ هاي تمام؟ هاي أول شغلة هذا السؤال أصعب سؤال ممكن يجيكن اني اكتب أو اشرح او كذا من عندكم يعني هذا كله من عندكم لازم يكون بقيت لأسهلة جدا بسيطة وانتو راح تحلوها هلا راح نقوم شخص يقرأنا هذا النص والمطلوب اني في عنا ثلاث كلمات مذكورين بالنص معانيهم هاي المعاني كله على الصفح مع arms عنه كله في عنا يكتب عنها بإسعukan طيب صفا Tamam hocam Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısına yazınız Sahra çölü Afrika'nın kuzeyinde 9000 km2 yer kaplayan dünyanın en büyük çölü Burası bitki örtüsü son derece zayıf, sınırlı sayıda canlı türünün yaşadığı kavurcu bir çöl Amazon yağmur ormanları ise dünyamızın akciğerleridir Yeryüzünde yaşayan farklı canlı türlerinin neredeyse yarısı burada barınır طيب وين ورادت كلمة معنى ها بارلığını sürdürmek Varlığını sürdürmek Bir saniye hocam إسماعيل لين عبد الرحمن مين بياري wahrscheinlich هؤlü birare isa Hucam Söyle Hucam Hucam every hucam uzayif bak news bu 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 يقول الزعيف هو الزعيف ونكتب الزعيف يعني الشيء الضعيف اللي هو بكون طاقته قليل أو تأثيره قليل يالله من كمان لا أشيه هؤلاء 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 يا يا يشامك يا بارنمك كويس براف عائلين يعشامك هم هؤلاء يعني الزعيف يعني الزعيف يعني الزعيف يعني الزعيف وكلان هؤلاء 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 البحثي هل يمكنكًا يمكنكًا هي في ذلك المواهر بحسب الشحاب طفاَ طرح 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 الطرح طرح أم Bluetooth أم Bluetooth بطريقة بطريقة يعني إلغيتى إنه إسرابي من عبد لكن هب الأمر لذلك صحيح كما هذهكية كبيرة بطريقة بطريقة نعم لكن هذا أنت لذلك يجب أن تكونون بطريقة لكن السؤال تلك أيضا كما تكون بسائلة سؤال تهالي السؤال تهالي رحب قد نعطني من خلال سؤال فهو معجل منكم للمسيلة أم ممكن يؤلوكم بو ديزيلرده جيشن فيلمسيلي بولاراك تورلليني كارشلالرنا يأذنه يعني انتو أوجدوهم وكتبونا شو أنواهم وممكن كبان انهانني استخرجوكم يأخون يؤلوكم شو أنواهم إذا انهانني استخرجونا يأخون فنحي ما في دائنه قرأ الشعر أبدا فورا من أول أنضاء شو نوع وصارنجا ويارنجا وأخمان شو نوع هدول من فيلمسيلي سيليلم مهجم سيليل مهجم اسماعيل مهجم أنلايا صفات مهجم صفات فيل كويس نكتبه بهذا الشوكير صفات فيل من حد شخص أبيناتهم صفات فيل طيب إيمان يبيم مهجم هجم سرنجا هاي انجا امت مستخدمة بالاسم فيل ولا بالصفات فيل ولا بالزارف فيل هجم هجم أنزف Taiwanese لا بالأسف هجم أنزف فيل صهير يمط فقط معلوم كلمة لين كلمة لين بدن اكما يسم فين اكما يسم فين مع 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 معلوم هذا هذا سؤال ممكن في بعض كون إذا كانت عنه سؤال بو متنين انافكرين ييزلي وقالتقام بتقريباً أمر بسيطاً نعم، هذا ما يحدث يوجد صغيرهم أعداد؟ أهتمام، شكراً، بلائب المنزل المائل المنزل والمائل المنزل بلائحة و من المنزل 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 لديهم بالنزل المنزل المنزل والمائل المنزل المنزل بلائحة هذا النص المكووه من 4 أصطر تتذكروا درس النظر كيف تتدربنا على سورة القراءة لاني راح يجينا هيك سؤال لازم يعني نقرأه ونفهمه خلال دقيقة وحدة. النص عاب يحكي لنا عن شي اسمه يعني النظام البيئي بالعراضي تمام? شوف همنا من هذا النص يعني كيف نحسن نلخصه كله بجملة واحدة مين بيقول? مارك اهلا نقدم يا اهلاW ما هذا النهد immunity؟ لاني اهلا اهلا نذهب ايكو سيستيم. اه تجعل. طيب مضبوط ابي حكينا الايكو سيستيم بس عين شو بالضبط ابي حكينا الايكو سيستيم. عبي قول لاهزو. عبي قول بو شالاردان هيران كبير بيري بوزولورسا سيستيم جريبني عبماس على قلير. يعني ازا تعطلت اي قطعة من قطع هذا الايكو سيستيم النظام البيئي يعني. فراح يبسد النظام كله. باش تصالك. يعني راح يصير في عنا مشاكل صحية. قضاء جفن لي. راح يصير عنا مشاكل في الامن الغذائي. ايكو نومي. ايضا راح يصير عنا مشاكل اقتصادية. اول ما كزيرا. نير دي ستمياشان دون قليري نه. حياتي انا ما صاحب اولان بيولوجيك تشيطيين بوزول ماسه. يعني الشيطيين بيولوجيك تشيطيين بيولوجيك تشيطيين بوزول ماسه. يعني التوازن اللي موجود في الطبعة. راح يصير على عقب. يعني راح يصير في الطبعة. اذا فسادت اي قطعة من قطع هذا الاكو سيستيم. أخبر ما عن أنك جميلة ممتاز برافا لك هاي افضل جملة لحد الان ايكو سيستم بوزولورسة نيجي بصنوش لار الكارش لاشترابيلس تمام يعني شو هي النتائج اللي ممكن تواجهنا اذا فسد الايكو سيستم يعني هو النظام البيئي تمام هيك بنلخص هذا هذا الناص عا بيقولنا اذا فسد الايكو سيستم شو بيصير شو ممكن يصير فهيك بنلخصوه تمام هون هننا معدديننا كل السورون لار او السورونش لار يعني اللي ممكن تواجهنا نحن ما لازم نعددهم كلهم نحن فقط لازم نكتب بالانافكر اني نحن راح نلاقي مشاكل تمام بس ما نعدد المشاكل المشاكل منعددهم بالناص بالتفصيل بالانافكر الانافكر لازم كون مختصر جدا تمام الكونو نفس الشي بالضبط الكونو لازم كون مختصر اكتر من الافكر يعني لازم كون 3 او 4 كلمات فقط يزان قرأنا الناس تاني نحن المادد فيها سائل كونه نحن المادد من المادد بالفعل ساملات نحن ساخذ من ثم نحن اعظم ثم جدا من ثم او 4 كلمات فقط سوف تشعرف سوف تتحدث المترجم للقرابة ابتعدتنا على بعض الأشياء النحوة تقوم بشكل وكذا نحو تقيقي يعني مهمة بعض الأشياء المترجم يعني اسمها نظام المناء التي يحومها ضد الأمراض محوظة مكروب الأشياء المعيشة أخبرنا في هذا المدكة يهزط على صدقات مدكة قلتها مدكة تحوي على مدكة ونحن نتوقف بشكلة هل تخير منها نحن نتوقف نحن نتوقف عنها نفسها والمدكة نحن نتوقف عنها نحن نفهم بشكل من المدكة المدنين 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 والمدنين لازم تركزوا عليهم اكتر شيء. مية بالمية راح يجيكم سؤال هيك. مية بالمية ها. شوفوا. احتمال ضعيف جدا. يجيكم نفس هذا النص بالضبط. ونفس هذا النص السابق بالضبط. يعني ازا كان استاذ او الاسى عندكم بالمدرسة كسلانين ما بيحبوا يشتغلوا. فممكن يجيبوكم نفس هدول الاسئلة بالضبط. اما ازا كانوا من التأمين منكم وحبين ينتقموا منكم. فراح يجيبوكم غير اسئلة. فشو ما يجيبكم اسئلة? بجي موجود. لازم لازم تكون الاسئلة حصرا فيها متنين انا فكريو متنين كونسو والفليم سلعر هدول مية بالمية موجودين. طيب هلا النموذج اول خلاص. النموذج التاني فيه اسئلة مكررة. وفيه اسئلة كمان. هذا النموذج التاني ابسط من النموذج الاول. ها بيقولون بدنا نكتب جملتين يكون فيهم ظرف فيل. الاولى الظرف فيل لازم يعبر عن الزمان والتاني لازم يعبر عن دورهم. تمام? ضل هي اسهل من هيك سؤال? ايه حجام شكرا. يلا رفعوا ايدكم من راح يجاوب? اسماعيل ابدأ. حجام افاقي دينجا ادف لاني عبتت. افاقي دينجا. ادف لاني عبتت. ادف لاني عبتت. حجام اتنجي دا بسيجي. في اسهل من هيك? حجام. طيب انا بيقولون كمان لازم نحط خط تحت اه ظرف فيل. حط اللي خط تحت ظرف فيل. وين? اي كلمة? اي كلمة? حجام اينجا جدينجا. في انه هون انجة. انجة. هاي. هاي ظرف فيل. متعبر عن زمان. يعني عندما. يز عندما. زهب الى البيت. او كتاب بزعفو. جملة تنبيب أ Regent. اي او اععقف اريقال بز كويه لاني رحفي. حطة. ای ا RH. او مدان مدان. حطة حطة حط . حطة 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 عرف ه터� ممتاز. يعني لا تستصعبوا الامور. افتسروسة او جملة عصيرة وبسيطة وسهلة. عنام جيت مدن انجا. يمك يا ابت. وين الدرون بهاي الجملة? مدن. محمد. بجان مدن. جيت مدن. جيت مدن. كلها هاي من خط تحت خط تمام? هاي المقصودة. طيب اذا واحد اذا الطالب كان فنان كتير شو بيعمل? بيكتب جملة واحدة بيستخدم فيها الزمان والدروم مع بعض. مين بيحسن يعمل هيت? بابا سنة. قرنجا. مدنك اه دروم? انتبهوا. بابا سنة قرنجا. اونا فراغ جيتين. شو بنحق بالفراغ? دروم. بدي تحطولي دروم بالفراغة. يعني كيف راحل عند ابو? نصل جيتة. الله يا راك كوش اراك. برافو ايضا. دم نكتب هون. كوش اراك. كوش? هي كوش نحن 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 نح وكهرامالك وقالق بدنا نشوف شو بأي معنى جايين بالناس وإننا نصلا بسطين يعني شو يعني بيريكم يعني شو يعني بيريكم يعني شو مين بيقلي كلمة ثانية تعبر عن كلمة بيريكم وجام سليمة سيلي وجام تراكم كويس هي تراكم بالعربي بس بدي كلمة بالتركي تعبر عنها تراكم معرك مثل حبي تراكم شو حتى الآن نحن شوان سيليم بيريكم يعني في عنا تراكم ثقافي يعني نفسي للمجتمع فهذا اسمه تراكم معرفي يعني تراكم معرفي يعني بالقي تراكم معلومات او فينا نقول كمان تجربة شو يعني تجربة دانما لارجا دانما هذا يحبت كلمة حكم الأنة حكم محبت كلمة ليسرم يعني خونة يعني تحرمت يعني انتحبو يعني انتحبو يماني لك مهاني لبطول يعني لبطول حكم عَتوني كلمة طالب يعني لبطول كلمة ايه.. 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 الكلمة.. الوحيدة.. الليتوقابل.. كلمة.. كهرامانلق.. هي.. ييتلق.. ييتلق.. كهرامانلق.. ييتلق.. نفسه.. طيب.. الغي.. نبيعرف.. بالعربي إدراك.. الغي.. يعني الإدراك.. فكري.. وفيه.. كلمة تانية.. نفسه بالعربي إدراك.. كمان بيستخدموا عنه.. علما أو إدراك.. يعني.. طيب.. مثلا.. اذا جمع هكت سؤال.. فمن أول كلمة.. كم بيعمانا شو هاي.. لكنها تغيق Lemك تنى.. روزي هكت.. بل أطان البرا.. روزي منها.. روزي منها.. أطاني البرا.. روزي منها.. روزي منها.. أقرقها.. فنانة.. الزلنة.. نفسه..